مع صدور توقعات وزير النفط العراقي ثامر الغضبان حول أسعار النفط العالمية وتراجعها بسبب كورونا والخزين الفائض من النفط يبقى الاقتصاد العراقي في مرحلة الخطر كون العراق يعتمد في معظم موارده على تصدير النفط الغضبان أكد أيضا على أهمية السعر العائد من النفط دون الكميات المطروحة في ظل اتفاق أوبيك الأخير مضيفا أن العراق لديه التزام ومن دون شك أن قرار خفض الانتاج يتعرض مع خطط الوزارة الموجهة نحو زيادة الطاقة الانتاجية وزيادة معدلات التصدير وتعدد منافذها وزيادة طاقة التصدير للخليج أما الموازنة العراقية المرتبطة بتصدير النفط وتوفير الموارد لها فيبدو الآن أنها تواجه مخاضا عسيرا في ظل تدهور أسعار النفط العالمية وما آلت إليه وزارة النفط أعلنت مؤخرا عن كميات النفط المصدر في شهر نيسان الماضي والواردات المتحققة التي ولدت صدمة لدى المتابعين إذ بلغ مقدار ما صدر نحو 103 ملايين برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليار وأربعمائة مليون دولار وبالسعر للبرميل 13 دولارا وثمانين سنتا مع هكذا معطيات هل سيستطيع القائمون على رسم الخطة الاقتصادية العراقية إنقاذ الموازنة العراقية من عجز مهول كيف لا والغضبان أشار إلى أن أي تزيادة في التصدير أو الإنتاج في هذا الظرف ستؤدي إلى خفض أسعار النفط لمستويات دنيا قد تصل إلى 10 دولارات أو أقل من ذلك للبرميل الواحد هل سيستطيع الاقتصاد العراقي أن يقف بوجه هكذا إعصار؟ ماذا عن القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والزراعية؟ هل سترفده بنقص النفط وأسعاره؟ الأيام المقبلة هي الفيصل